اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد كل متابعي تليفزيون يوم السابع في كل مكان في هذه التغطية العجلة وبنتابع مع حضراتكم فيها رفع الرئيس الروسي فلادمير بوتين رسميا اليوم الخميس الحظر المفروض منذ عام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى منتجعات مصر وده بحسب روسيا اليوم ووقع بوتين اليوم مرسوما رئاسيا يقضي بإلغاء المرسوم رقم 553 الذي صدر عنه في الثامن من يناير عام 2015 تحت عنوان بعض الإجراءات الرامية لضمان الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحماية مواطني روسيا الاتحادية من أعمال إجرامية وغير قانونية كما يقضي المرسوم الجديد بإلغاء المرسوم الذي صدر عن الرئيس في الثاني من يناير 2018 وهو ينص على إدخال تعديلات على المرسوم رقم 553 وكان المرسوم 553 بيقضي بمنع شركات الطيران في روسيا من أنها تسير أي رحلات إلى مصر باستثناء تلك التي تتوجه إلى العاصمة القاهرة وجاء هذا الحظر على خلفية كارثة تحطيم طائرة الركاب الروسية من طراز إيرباس A3 أو 320 فوق شبه جزيرة سيناء في يوم 31 أكتوبر 2015 مما أودى بأرواح 224 شخصا كانوا على متنها وذلك نتيجة تفجير عبوة ناسفة داخلها نحن نتابع مع حضراتكم مرة أخرى هذا الخبر العاجل وهو عودة تسيير الرحلات الروسية إلى المنتجعات المصرية وفي المدن المصرية المختلفة حيث رفع رئيس الروسي بلاديمير بوتين رسميا اليوم الخميس الحظر المفروض منذ عام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى منتجعات مصر بحسب روسيا اليوم ووقع بوتين اليوم مرسوما رئاسيا يقضي بإلغاء المرسوم رقم 553 الذي صدر عنه في الثامن من يناير 2015 تحت عنوان بعض الإجراءات الرامية لضمان الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحماية مواطني روسيا الاتحادية من أعمال إجرامية وغير قانونية كما يقضي المرسوم الجديد بإلغاء المرسوم الذي صدر عن الرئيس في الثاني من يناير 2018 وهو ينص على إدخال تعديلات على المرسوم 553 ولما نشوف المرسوم 553 هو كان بيقضي بمنع شركات الطيران في روسيا من تسيير أي رحلات إلى مصر باستثناء تلك التي تتوجه إلى العاصمة القاهرة وجاء هذا الحظر على خلفية كارثة تحطم طائرة الركاب الروسية من تراز إيربوس A 320 فوق شبه جزيرة سيناء في يوم 31 أكتوبر 2015 وأودى هذا الحادث بأرواح 224 شخص كانوا على متن هذه الطائرة وذلك نتيجة لتفجير عبو ناسفة داخلها شكرا لحضراتكم لمتابعتنا في هذا الخبر العاجل من تلفزيون اليوم السابع وتابعونا لمزيد من التغطيات والمتابعات الإخبارية على مدار الساعة إلى اللقاء